أهلا وسهلا فيكم من جديد بنعيش بلها الأيام وبالمنطقة كمان في موجة حر متكررة هذا التقس اللي بفرض علينا وعلى العائلات كثير من الأمور الطارقة والضرورية المنها الوقاية والاحتماء من أشعة الشمس المباشرة تبريد الجسم بقدر الإمكان وكمان الغذاء أكيد بلعب دور الأبرز في التحكم في كمية السوائل والحرارة اللي بيمتلكها أو بيفقدها الجسم هذا اليوم موضوعنا بشكل أساسي اللي بسعدنا نناقشه ونطرح العديد من الأسئلة المنوعة على خصائية التغذية روان كافري معنا من داخل الستوديو صباح الخير روان أهلاً يا سيد صباحكم كيف حالك؟ تمام أنت والشوب كيف تحب الشتاء ولا الصيف أكتر؟ والله لا الشتاء عجبنا ولا الصيف عجبنا هو دائما أصح الناس هلو بتقول يعني يرحم الشتاء يعني يلا بدنا الشتاء طيب روان يعني جسمنا بفقد أكيد كمية من السوائل وأنا حابة من ناحية نسمع منك من ناحية تغذوية كيف جسمنا بتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة من ناحية السوائل؟ أكيد هلا عادة جسمنا عشان يحاول يبرد الجسم عنا بحاول يعمل شغلات عشان يبرده مثل مثلا بتتعرق مثلا في عملية التعرق بفقد عنا جسم كتير من الأملاح والسوائل بتعرق عنا إشي جيد جدا لأنه بس يطلع عنا الماء على العجلة عنا بتبخر ليبرد جسمنا يحاول حافز على درجة حرارة الجسم قد يقدر في ناس اللي بنزعجوا منه بشكل نائم فهو عملية طبيعية وضرورية كمان أكيد اشيء كتير ضروري عنا نفس الوقت عنا مجهود القلب بيعمل مجهود كبير عنا عشان يحاول تطلع الدم على أطراف أطراف الجسد عنا لا يقدر يتخلص من حرارة الجسم فعنا مجهود القلب عنا عملية التعرق في الجسم هذا بيكون عمل مضاعف بدرجة حرارة مرتفعة كل ما ارتفع الدرجة الحرارة كل ما كان مجهود الجسم أكبر عشان يتخلص من حرارة قد ما بقدر كيف بدنا نساعد جسمنا عشان يعني يقدري كمان يقوم في هالمجهود المضاعف أكيد هلا أنا بما أني بقف عن بفقد سوائل وأملح بالدرجات الحرارة العالية بدأ أحاول عوضهم طبعا فعنا السوائل بدنا نحاول أدما منقدر نشرب مي عنا إحنا بالوضع الطبيعي بحتاج الإنسان لست لتمنكسات ماء مي باليوم فنحاول نعوضهم مش بس لست لتمنكسات لأنه إحنا عنا هالحرارة عم نفقد سوائل أكتر نحاول نعوض لسه كمية مياه أكبر فممكن نحتاج لسه لكمية مياه أكبر بكتير مضاعف أكيد هل يفرق العمر أو الجنس أو حتى الشغل الشخص بيشتغلهم يعني أكيد ناس رياضيين أو ناس بيشتغلوا بأماكن بالميدان هل بختلف بناء على هاي العوامل؟ أكيد في ناس بقعدوا بالجوات المكتب طول اليوم ما بيحسوا مضو المكيف عندها فمش أكيد ما بيكون بحاجة لتعويض سوائل زي الناس العمال عم بيشتغلوا تحت أشعة الشمس واللي بيكونوا دائما في ميداني عم بيشتغلوا فأكيد تعويض المياه لهذا الناس بيكون إذا نفقدهم للسوائل بيكون أكبر بالأملاح بالتالي كل واحد يسأل حاله هاي الأسئلة وين إيش بيعمل هو بتحت أشعة الشمس وبالتالي بدي حاول يضاعف كمية المياه مش بس المياه أكيد رواني ممكن فيه كتير مصادر مختلفة حتى من خلال غداءنا صح؟ أكيد إحنا منحكي مش بس للمياه الناس يعتبدوا على المياه لأنه المياه طبعا ما فيها أملاح ومعادن كفاية لتعوضنا الأملاح اللي عم نفقدها وإحنا عم نعرأ فبدنا نعوضها كمان من مأكلات مدعمة بهاي المدعم أو موجود فيها الأملاح زي السوديوم والفوتاسيوم موجود كتير عنا بمأكلاتنا العادية السوديوم مثلا والفوتاسيوم اللي ممكن نحكي عنهم كمان شوي وين يعني المأكلات الموجود بالضبط فيها المعادن نحكي بشكل مفصل إذن عنهم كلهم كمصادر للسوائل بس خليني أسألك يعني في حال أن الأشخاص مش عم بتفاعلوا إحنا صراحة يعني يمكن كلياتنا في كتير أشخاص اللي متزمين بسلوك أنهم دائما يشربوا مواد غذائية وحتى مي فيها سوائل بس في ناس اللي بهملوا وبنسوا كمان يعني مش سلوك متعودين عليه وين ممكن يوصل جسمنا إذا إحنا أفقدنا إنه ندعم وفي كميات من السوائل أكيد هلا أول إشي للناس اللي ما بيشربوا مش تعودين يشربوا كميات مياه كبيرة باليوم عادة أنا منهم مثلاً بحط دائماً قدامي أني يطمي بتذكرني دائماً بيكون إنه بتذكر الواحد إنه ضلو يشربوا مياه هلا في حال الواحد ما قدر يشرب كميات سوائل و أملاح كفاية اللي تعود جسمنا جسمه من عم بيخسرهم بدي حاوق بيصير عنده إشي ما يسمى بالإجهاد الحراري اللي هو جسمك عم بفقد كتير سوائل لدرج إنه مش قادر يعرق أو يعمل عملية طبيعية عشان يبرد جسمك فبالتالي جسمك درجة حرارته داخلية كتير تفتفع لدرجة أنه يصفي عنده أول تبدأ دوخة بتبدأ غثيان تشنجات بالعضل لأنه يفقد أملاحه فبتبدأ هيك وممكن تصفي لتروح لالواحد تصبح عنده كوماء وإغماء فبتصفي كذلك كأنها ضربة شمس وإذا ما تعالجت بالوقت المناسب ممكن يصير عندنا أضرار ما بنقدر نعالجها هو هذا كمان مؤشر كتير من الناس اللي بيقول لك إحنا بشمس قدراش نعمل إشي ويصير ناس حاسي حالة تعبانة وعندها حمول ومعندهاش طاقة في ممكن هذا يكون أول مؤشر عنه بحتاج لكمية سوائل أكثر في ناس وجع راس مباشرة ببدأ يعني أكيد فهي هي جسمك تنين بحاول يعطيك مؤشرات عشان أنت تحاول إنه إنه ناس باخدوا أحيانا بصير وراس المجام على طول بروحوا للأدفل والبانادول مسكنات الألم بس هو جسمك عم بعطيك أنت علامات عشان تحاول تغذوية إنه عشان تعودهم بأشياء تغذوية من هالسوائل والأملاع دائماً بنقول الأمراء يعني حالينا نقول أعراض المباشرة هي تكون كأنه صوت من جسم الإنسان للإنسان نفسه يجاوب وإني نفوت إحنا نشكر يعني ميشون الله عن النعمة إنه إحنا طول معنا هي الأعراض لازم نجاو بمعحب شكل سريع طيب روان خلال نقول عن المصادر نقول عن الماء ممكن أول شي أسألك عن الماء من ناحية أنه درجة حرارتها هل يفضل من ناحية علمية زيما إنتوا عرفته أنه درجة حرارة الماء يفرق أو مصدرها، كميتها حكيتنا عن الكمية بالنسبة لدرجة حرارة الماء أو أي شيء بدأت ناوله عادة يفضل أن يكون فاتر أو ما يكون كثير بارد حتى لو نحاول نحس بكثير عطش بحاجة أنه إشي بارد مش فاتر بس بدرجة حرارة معقولة ما تكون كثير بعده لأنه كلما كانت الماء أبرد أو كلما كانت أكل عم باكله أبرد كلما أنا جسمي بعمل انقباض بالقواعد الدموية اللي عندي فبيصفي فقدان الحرارة من الجسم بيكون كثير صعب فهو ممكن أنا بحس أنه منتعش بهديك اللحظة بس لما أجي بعد فترة أنه دستاتني أنا جسمي بحاجة لأي شيء برده أكثر إذن الماء الفاترة هي أفضل من الماء البرد أكيد تمام نحن نحكي عن خضروات مثلا وفواكه مهم نركز عليها كمصدر للسوائل أكيد عندنا أنه تقريبا كل خضر وفواكه تحتوي على ما يقارب 90% من الماء داخلها فكتير يعني دايما نحكي أنه أصلا الصيف هو موسم فواكه فكتير حلوها لنستغل هذا الموسم وناكل قد من نقدر فواكه عندنا مثلا الخيار والخص يعني أنه تخيل كمية ممكن ناكل منه وقد أنه يحتوي على 96% من الماء الخصة الأد فيه ماء كتير وتقريبا وفي أشياء كتير بتغلنا أنه ما منشوف السائل فيهم بس لو نملح مثلا إحنا عادة بس نملح اللخص أو هلا أشياء بطلع منها السوائل نشوف أدي كمية الماء اللي فيها طيب ناس اللي تعود دايما تشرب مشروبات فيها نسبة عالين الكافيين أو حتى في ناس اللي بتمين أنها تشرب مشروبات غازية مش ماء هلا هذا بساعد على أنه فعلا يكون يكسبوا سوائل وهم بخسروا سوائل أكيد هلا المياه الغازين مشروبات الغازية والكافيين والأهواء والشاي كلها هي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين فهي والكافيين معروف أنه مدير بالبول فالجسمك بحاول عشان تخلص منه كتير بنزل ماء من الجسم هاي بالشكل الأولي فدائما نحن نحكي للناس الاحتدال فهي كاستين قهوة أو كاستين قهوة بالليوم ممكن تكون كافية إنه جسمي ما بخسر كتير كميات كبيرة من المياه إذا شفنا مثل فنجلين قهوة كاستين شاي مش مشكلة ومشروبات الغازية مشروبات الغازية نحن تستبدلها بدل ماء يعني أكيد ومشكلة الدعيات اللي عندنا لما شف دعاية الكوكولا بصف الواحد كتير بتحسي إنه إذا بشربها بحس بانتعاش فمشكلة مشروبات الغازية إنه بتحتوي بغض نظر عن مساوئها إنه بتحتوي على كميات سكر كبيرة وكافيين والسكر كبيرة عشان جسمي يهضمها ويحاول يحرقها وخليها طاقة لجسمي كتير بصرف طاقة وهي الطاقة طبعا أنا بحس فيها بحرارة لذلك دايما عادة بالشتاء إحنا لنوكل هاي المأكلات اللي تحتوي على سعرات حرارية وسكر كبير عادة بتحسسني أنا بالدفء وهذا أنا ما بحاجب أكيد مش بحاجب إليه في فصل الصيف هل في خضروات وفواكه مهم نبتعد عنها؟ يعني ممكن يكون سؤال إجابته لأ بس إذا فيه إشي ممكن نحكي لناس هل في بعض الخضروات الممكن نحاول نبتعد عنها وبهارات كمان اللي بتكون زي البصل ممكن زي الفلفل البحرق مثلا اللي بزيد من عملية الأيد بجسمنا بلتالي بستهلك سوائل بستهلك سوائل بيزيد عنه حرارة الجسم دايما بحس الواحد بسياكل فلفل أكيد بحس بالحرارة وهي إحنا بغنى عنها خاصة بفترات هاي الدرجة الحرارة عالية روان إنت ممكن جسمنا بحتاج أكتر ميب معنى هل بساعات النهار أو مهم قبل ما نام مثلا نشرب أو أول من فيء هل في أوقات معينة يحبّد أن نشرب كميات أكبر من ساعة جسمنا أكتر على أن أخذ الطاقة؟ هلأ إحنا يفضل أنه توزيع هم التمان كاسات بالليوم تقريبا نوزوهم خلال اليوم ما يكونوا فترة معينة تركيزها بس يفضل دائما بحكي مثلا أول مصحى الواحد يحاول بفترة النهار يعني ساعة ساعتين بعد ما يصحى أنه يشرب كاستين كبار ماي عشان بيقلل من خلالي أنا عندي يوم كامل وبنسى كتير لأشرب ماي فإذا بقدر بأخذ لي كاستين كبار فترة الصباح ماي يعني بساعدني أنه أتناول كل احتياجات الأشرب يمكن فيه درسات كانت تقول أنه الواحد ما يستنى حاله يعتش العطش هو مؤشر على الجفاف مش مؤشر على حاجة الجسم أنه زمان بيكون نحتاج للمي هذا صح؟ بزاف عشان نحاول كل ساعتين تقريبا نأخذ لنا كاستة ماي نخلي زي ما قلنا الأنية قدامنا ما نستنى لا نعتش لأن العطش زي ما قلت بيكون مؤشر بعد ما أنا صار عندي جفاف وخزرت يعني كمية محترم من المياه في الجسم طب الوجبات الرئاسية اللي بتحتوي على كميات من الرز يعني هو هذا الغذاء اللي دائما يعني وجبة أساسية حاضرة في على موائدنا وكمان الخبز هل كمان بنطاس كمية من السوائل في الجسم؟ بالتالي إذا بنقلل منه أو بنعوض بعدها كمية ماي بساعد؟ نحن 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 نتناول وجبات خفيفة وجبات خفيفة نحن 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 نحط صلطات فواكه صلطة خضار دائما ينحط كوجبة خفيفة تكون ما بين الوجبات هل مشكلة الوجبات لنا أنه نحن نحن ليش نناكل خضار أكتر؟ لأنه عندنا الرز والخبز يحتوي على سكر بالآخر تحول الجسم إلى سكريات وزي ما قلنا نفس المشروبات الغازية بالآخر جسمي رح يطلّب طاقة كبيرة يصرفها عشان يحاول يهدمها ويمتصها جسمنا فكتير رعب بأخذ منها سوائل وبأخذ منها طاقة ويفرز عنها حرارة فكلما توجهنا للخضار الخفيف كلما جسمنا حاسب برودة أكتر ما طلّى حرارة بشكل كبير لنا كمان السؤال هي هل ممكن يكون نتيجة عكسية هل يمكن أن يشربوا كمية كبيرة من الماء فتأثر على جسمهم بشكل صدي هل هي حالات نادرة التي تحدث عنها ولكن هناك حالات تشربوا كميات كبيرة لتصمم اسم التصمم لها ولكن كثير قال لي الحالات لا تحدث عنها لأنه إشربنا كميات ماء لأملاح بشكل مناسب لجسمنا ما بيصير عنها هالحالة في الوقت التي نفقد كمان فيها طاقة فبدنا كل واحد يتأكد أن يشرب ليس بس ماء يشرب كمان يأكل مأكلات الخضار والفواكل المدعم بالأملاح لأنه الماء لحالها ما بتفيدنا لازم تكون هو توازن ما بين الماء والأملاح في جسمنا كل شي بالعائل يعني هيك بالنص بالضبط طيب الموضوع بحتاجش ترتيب وقرار صح؟ الناس اللي حضرت المقابلة وتحفزت على الحكي ممكن تبدأ توزع وتشرب ماء وتأكد كل يوم وتسأل حالها مجموعة من الأسئلة إنه قديش بشرب ماء قديش بس تهلك ماء صح؟ أكيد أكيد وخاصة البلعب ورياضة أو دمارس ورياضة بشكل مش عادي بشكل مكثف تحاول عوضوها بمي مدعم بالأملاح الموجودة اللي بتساعدهم لتعويض الأملاح لأنه أحيان ما بيكون كافية بس نشرب سوائل وهذا جيد إذا كان كمان بكمية معتدلة صحيح؟ أكيد 100% هل تحب تحكي للناس نصيحة إشي عن الماء؟ هلأ مش الماء أنا بحب أنه أو حتى سوائل بشكل عام؟ بشكل سوائل بشكل عام إنه هلأ في حتى كتير طلعت عن الموضة هي أسطل نحط زي بريق ماء بالتلاجأ ونخلي بره نحط فيه شرحات مثلا ليمون، نعنع مثلا حتى شرحات بورتقان ممكن تعطي طعم للناس ما بيحبوا، فيه ناس ما بحبوا طعم الماء وهي ممكن تعطي طعم للماء في نفس الوقت وهي طارد للسموم كمان ممكن تصير بالضبط، بشكل كبير تطرد السموم من عنا بتعطينا مضادات أكسدة ونفس الوقت فيها أملاح ومعادن اللي جسمنا بحاجة لها نحنا في المكتب كل يوم فيه حدا عليه اللمون عشان نحطها مع الماء في الشرحة ممتاز، ممتاز طيب، يعني كمان للناس اللي زي ما قلت ممكن تستمتع فينا تشرب ماء ممكن تضيف أي شرحة من نعنع لمون زي ما أنت ذكرتي تطب الجسم بشكل كبير هاي الماء يعني اللي بشربها كمان ترطيب ممتازة، أنت قلت لي مش كتير صحاب مع الماء فلازم نبدأ مع بعض أكيد، نشرك كسات الماء خلينا نروح فاصل معنا مشاهدينا نشكر أكيد روان على كل المعلومات القدمتنا لياها ونكمل معلوماتنا بعدها الفاصل شكرا لكم